اهلا وسهلا بكم احلى متابعين زهرة الكاميلية معي مشروع جديد شغل الخرز مع الكورشي يعني ازاي تشتغل العقد ده بابرة الكورشي مع الخيط ان شاء الله يعجبكم الفيديو لو اول مرة بتشوفي قناتي وما تنسيش تضغط اللايك والاشتراك عملت العقد وعملت منه الاسويرة وعملت المسكة بتاعها وشرحته في الفيديو هنبدأ على بركة الله المستخدمة لتقيقة عمل العقد الخيط ده تمام كده وهاجيب الكريستال ده نفس النوع هو نفس المقاس مقاس واحد انت عمليه عايز تعمليه بلول عمليه عايز تعمليه بكريستال عمليه تمام وهلضم بالابرة دي لانه ار فايعة ممكن تلضمي بابرة خيط ومعي مقص ومعي الابرة اللي انا هشتغل بيها للخيط تمام هنبدأ كده على بركة الله اول ما هنعمل هنعمل ايه لازم ننضم الخرز ده فهاجي كده همسك خرزايا اول خرزايا كده معايا اهيت كده وهعمل ايه هاجي كده اطلع الخيط بتاعي من الخرزايا والخرزايا دي هتبقى مختلفة عن الستة اللي انا هحطها ولان كل سبعة انا هحط كل سبع خرزات لون واحد بس الخرزايا الاولة دي انا هحطها مختلفة اللي انا هتبقى قلب الورد فانا هاجي كده في الخرز ده اللي هو الملون ده واعمل ايه ادخل كده بدخل الابرة الاول تمام وبعدين بشد الخيط هدخل سبع خرزات بالشكل ده هلضم كده الاول كل سبع خرزات مع بعض بعد كده كل سبع خرزات لون واحد يعني سبع من ده سبع من ده سبع من ده سبع من ده كده بالطول المناسب اللي انا عايزاه للايه للوردات اللي هعملها هتعدي كل سبع خرزات وردة كل سبع خرزات وردة تمام معادة الاولانية هتبقى معادة الاولانية هتبقى ايه معايا مختلفة تمام الاولانية هي اللي هتبقى مختلفة بس اهي هلضم ستة خرازات بس كده هلضم سبعة سبعة سوري من اللون ده هلضم سبعة من الستة وهلضم اللون البني اللي هو ده سبعة بقى يعني كل كل مرحلة سبعة كل مرحلة سبعة سبعة خرازات لون واحد بالشكل ده انا هلضم الخيط بتاعي وهرجع لكم لضمت كده اللولي بتاعي بعد كده هعمل ايه هبدأ كده اعمل سلاسل بالشكل ده يعني شوية سلاسل كده الاول عملت كده تلاتين سلسلة تمام بعدين هبدأ اعمل الورد بتاعي طيب الوردة بتاعتي هعمل كده بالشكل ده هجيب اه اتنين اربعة ستة ستة هما هجيبهم كده وهاطلع من السلسلة اللي على الابرة بالشكل ده هختفح كده بعد ما اعمل سلسلة سبقا معي بالشكل ده بعد كده هختفق سلسلة بعدين هجيب الخرزة المختلفة بتاعتي اهيه تمام احطها كده بعدين اعمل سلسلة وكمان سلسلة بعد كده بجيب الخرزة كده بعد كده هختفح سلسلتين بعدين هجيب الخرز بتاعي الستة بتوعي دول كده تاني وهعمل نفس الكلام هشد كده هلف الخطة على الابرة وهطلع وهعمل منزلقة من الحلقة دي بعدين هختفح سلسلتين او سلسلة واحدة تمام سلسلة واحدة وهجيب الخرزة المختلفة اللي هدخلها في المنتصف بعدين كمان سلسلة هاجي كده اعمل منزلقة برضو وبعد كده كمان سلسلة تمام اهيه واحط هدخل كده الخرزة في المنتصف وبعدين هعد واحد اتنين تلاتة وهاجي في المنتصف هنا هعمل هاجي كده ادخل ابريتي من هنا كده دخل ابريتي وهعمل منزلقة بعد كده هرجع اعمل سلسلتين واجيب الخرزة يعني انا بعمل واحدة بني وواحدة دها بمندي هجيب نفس الكلام الستة دول يعني انا باخد الستة دول الاول كده وباجي كده الف الخطة على الابرة وبطلع من الحلقة اللي على الابرة تبقى معايا بالشكل ده بعد كده بارتفح سلسلة واحدة وباجيب الخرزة المختلفة اللي هتيجي في النص تمام وبارتفح سلسلتين بعدها باسحب الخيط وبارتفح سلسلتين واحدة وبعد كده هجيب الخرزة دي كده في المنتصف وبعد كده هعد واحد اتنين وفي التالتة كده في المنتصف هعمل هسحب واعمل سلسلتين وهشتغل نفس الكلام هجيب دول كده الستة دول وهاجي كده اعمل منزلقة من على الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده وبعد كده هعمل سلسلتين او سلسلة سوري سلسلة واجيب الخرزة بتاحت دي بعد كده اعمل فيها سلسلتين سحب ومسلسلتين واجيب الخرزة في المنتصف كده بعد كده هعد واحد اتنين تلاتة وهعمل منزلقة منزلقة وهكرر نفس الشغل اللي انا اشتغلته ده هكرره كده لحد ما يكمل معايا العقد بتاعي خلصت كده لنهاية الدور بتاع العقد عملت الوارد اللي انا عايزاه هعمل نفس طول السلسلة دي تمام كده بالشكل ده وبالشكل ده يبقى خلص العقد معان طب هتقفلي طبعا السلسلة ازاي خلصت كده للسلسلة بتاعتي انت عايزة بقى فيك تسيبيها وتغبطي كده العقد طولي تأثري كده والطولي ما فيش مشكلة بس انا هقفلها هاجيب السلسلة الحلقة دي كده وهاجي كده اسحب الحلقة دي كمان بالشكل ده وهعمل هطلع منها كده معايا حلقتين هطلع منهم بالشكل ده بالشكل ده بعد كده هربط الخيط مع بعضه بقى عملت ابرة التنظيف كده هلضم الخيط الباقي فيها كده بالشكل ده عشان الخيط قصير انا حطت الابرة الاول هنا كده بعدين هشد ايه هشد الخيط كده كده هقطع الخيط بتاعي كده هقصه ما فيهوش اي مشكلة اهوت وبقى ايه العقد معايا بالشكل ده تمام عايز اقول لكم ان انا عملت منه الاسويرة بنفس الطريقة بس هقول لكم المسك بتاعها ازاي انا عملت ست خيط في الاخر كده وبعد ربطه هنا وبعدين عملت سلسلة سلسلة برضو وسبتها هنا تمام وبعد كده بتلبس الاسويرة كده تلبس اسويرتك كده دي كده بتدخلي الخيط المربوط جوه دي كده بعدين بتيجي ربطة يعني عملت كده ملبسها للورد الشكل ده كده تمام اهوت وتبقى معايا الاسويرة كده كده انا معايا الاسويرة والعقد لو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغط اللايك والاشتراك اشتركوا في القناة